بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطالبات وطالبات التعليم التقاري نحييكم من قناتكم مصر للتعليم الفني إن شاء الله اليوم سنقوم بإمكانك المصر المهرة إن شاء الله سنراجع جزئيات الامتحان ولكن دعونا أولا نعرف كيف نقوم بإمكانك المصر مثل ميمو والتابل 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 ولكن الأول بس خلونا نتعلم إزاي هندخل على موضوع الكتابة بتاعنا هنكتب الميمو هنكتب الريتينج والميمو والتابل كمان تعالوا نستعرض الأول كتابة الميمو نبص كده زي ما واضح معنا الوقت على الشاشة في ميمو موجودة معنا نقوم بإمكانك الميمو من سامي المنجر إلى سكرتري ميس سورا يسألها أن أرسل إميال إلى بي أو اس كومبني لأرسلهم الأولى من الأولى من الكمبيوتر قبل 20 اوغاست دي ميمو مبعوطة من رئيس في العمل لسكرتري بتاته بطلب منها هو الكتابة بطلب منها أن تفعل أمر بسيط دي الميمو يعني رسالة بسيطة من رئيس لمرقوس ينفذ أمر بسيط هنا مكتوب عندنا في الفريم تحت من الميمو كتابة الميمو من الشخص اللي هينفذ الطلب اللي موجود في الميمو ريئ الموضوع نشوف أي الموضوع الرئيسي في الميمو فنكتب تاريخ كتابة الميمو بعد كده ممكن نبدأ بـ عادي ونكتب الميمو كلها ومن ننساش نكتب بكلمة كويسة like the word thanks. نقرأ الميمو again. write a memo from mr sami the manager to his secretary miss sara asking her to send an email to be us company to send them the latest prices of the new computers before 20th of august. تعالوا نشوف احنا هنحل المومن زاي. الميمو دي ازاي. انا عايزكوا تركزهم في كل حاجة احنا هنعملها الوقتي. بسم الله. نشوف دلوقتي. اول حاجة لازم هنكتب الميمو نكتب في الميمو بتاعتنا. هنبدأ بكلمة from الشخص اللي كتب الميمو. to الى الشخص اللي قرأ الميمو هينفذ الامر اللي فيها. from the manager المدير بتاعنا. to the secretary. the secretary. re الموضوع بتاعنا. let's see. نشوف. send an email to be us. تمام. the date. to انتهي 10th of august. ليه 10th of august? علشان هو طلب الميمو تخلص طلب الحاجة توصل قبل عشرين اغسطس. فاحنا بنكتب اي تاريخ قبل عشرين اغسطس. طب. if there is no date. لو ما فيش تاريخ عندنا. we write the date of today. لو ما فيش تاريخ بنكتب تاريخ اليوم كتابة الميمو. نبدأ الميمو بتاعنا زي ما شوفنا كده. please send an email to be us company to send us. كانت موجودة في الميمو. send them. لا هي الوقت هنقول. send us the latest prices of the new computers before the 20th of august. وفنختم الميمو بتاعتنا بكلمة thanks. جميل. يبقى دي الميمو بتاعتنا الميمو دي جزء من السؤال السادس. وعليها خمس درجات في الامتحان. نشوف بعد كده نوع تاني من انواع writing. نوع تاني من انواع writing. fill in the table. يعني ايه fill in the table. هيجينا معلومات عن شخصية معينة. والمعلومات دي نقدر بنفرغها في table. في جدول موجود قدامنا. على حسب الاشياء المطلوبة. ما بنزودش غير المطلوب. look at the table and what has been written. نشوف المكتوب في table هنا. في first name. الاسم الاول. الشخصي. surname. لقب العيلة. occupation or job. الوظيفة بتاعتنا. nationality. الجنسية. بتاعت الشخص. marital status. الحالة الاجتماعية. family members. اعضاء العائلة. كم فرض يعني. هوبز. هوايات. age. العمر او السن بتاع الشخص اللي موجود. نقرأ التابل اللي موجودة معانا ونشوف ايه المتواجد فيها. احمد صلاح. is an Egyptian footballer. he plays for liverpool. he likes reading and swimming. he enjoys his time in the park with his wife and two daughters. he was born in 1995. دي معلومات عن شخصية موجودة معانا. his name is Ahmad salah. and he is an Egyptian footballer. قميل قوي. he plays for liverpool. he likes يحب reading and swimming. he enjoys his time in the park with his wife and two daughters. he was born in 1995. نيجي بقى عزيين نفرق. في الامتحان هيجي لنا just only five items. هيجي لنا خمسة من البيانات الموجودة. انا مزود البيانات اللي هنا. على اساس انت تشوف ايه اكبر شيء ممكن يجي لك. ممكن كمان يجي لك first language second language. اللغة الاولى اللغة التانية او اللغات التانية. مش مشكلة. على حسب ما هيجي لنا. نيجي نشوف بعد كده. هنحل الميمو ازاي. ناخد بالنا من المكتوب. وبنرجع نركز في الميمو بتاعتنا. نشوف النتيجة بتاعت الميمو بتاعتنا فيها ايه بالزبط. نشوف كده. first name. احمد. سورنيم. صلاح. نشوناليتي. ايجيبشان. عشان احنا قلنا. ايجيبشان فوتبولر. اوكيوبشان او جوب. فوتبولر. هوبيز. الهوايات. جبناها من بعد كلمتهي. لايكس. ريدينج. اند سويمينج. بعد ذلك. مارد الستيطس. مارد. مش موجودة مارد في القطع معانا. it isn't there. طب جبناها ازاي. he plays or he enjoys his time. بيستمتع بواته. with his wife. مع زوجته. and two daughters. زوجة واولاد. يبا he is married. family members. wife. two daughters. and he himself. that means they are four. age. مش مكتوبة. wasn't written. but he is about 26. why؟ مكتوبة عندنا ليه؟ هو مولود سنة 1995 1995. that means لتاريخ النهاردة بنطرح. يبقى معنا كده 26. هنروح دلوقتي لنوع تاني من انواع الرايتنج. سؤال كامل في الامتحان. complete question. السؤال ده هو عبارة عن write a paragraph of about 60 words on the following. في موضوعات هيجينا في الامتحان هيجينا موضوعين. فقط هنختار منهم واحد. فقط هنختار منهم واحد. بيقول هنا you can use the guiding words or questions. هنستخدم الكلمات اللي بتدلنا بتساعدنا او الاسئلة الموجودة. that means معنا you can have questions. ممكن تلاقي اسئلة. or you can have words to make sentences. ممكن تلاقي كلمات عشان تعمل بهم جملة تشتغل بها. let's see what's coming. نشوفي اللي جاي عندنا ايه. your weekend in the park. your weekend in the park. اجازة نهاية عطلة نهاية الاسبوع في المنتزى. هنشوف الشغلة عندنا او اللي جاي عندنا ايه. بسم الله. ده جاي لي as questions. we have questions here. الاسئلة اللي عندنا هنا. you have to answer in full answer. اجابات كم له. ما فيه short answers هنا. because you will make sentences. هتعمل القمل. one after the other. one after the other. نجي نقرأ. let's read the questions. first one. where do you spend your weekend? number two. who do you spend it with? number three. how do you go there? الوسيلة بتاعتنا. four. do you play games or not? number five. what do you eat and drink there? what do you eat and drink there? تاكل ايه بتشرب هناك. how do you go home back? ازاي بترجع البيت. first number one. where do you spend your weekend? اه. يبقى هنا بيسألني انا بقضي فين. لو انت شفت الطايتل بتاع البراجراف بتاعك. your weekend in the park. بهو ساعدنا كده. طيب. who do you spend it with? بتقضي مع مين. بنشوف بنقضي مع مين. تكتب اللي عايزو. but to answer a complete sentence. how do you go there? الوسيلة. buy car. buy bus. in taxi. or buy taxi. like this. اي حاجة زي ما انت عايزة يبقى كل الوسائف بنقول buy car. buy bus. buy taxi. اي حاجة نقولها كلمة buy. فيما عادة لو سايران الاقدام بتقول ايه? on food. do you play games? هنا is no question. هنا بقى ما ينفعش ان احنا نقول yes or no. why? because هنا السؤال do you? وانا مرتبط او ملتزم ان انا جيب complete sentence. i have to get a complete sentence. i have to answer in full sentence. اجابة جملة كاملة. على اساس ما ينفعش هنا yes or no question. yes or no answer هنا. what do you eat there? نجي بقى نشوف الاجابات بتاعتنا على الاسئلة الموجودة. احنا شفنا اول سؤال عندنا. كان بيقول لنا. اه. نجي نشوف اول جملة. اول جملة بيقول i always spend my weekend in the park. السؤال ده. الجملة دي اجابة على السؤال اللي كان بيقول where do you spend your weekend? انت بتقضي اجازتك فين? i always spend my weekend in the park. question number two. who do you spend it with? who do you spend it with? i go there with my friends and brother. انا بروح مع اخواتي. يعني انا اه خلفت الكلمة ولكن جبت جملة تناسب الكلام اللي موجود معايا. على اساس ان انا اقدر اقول اللي انا عايزه. انا بستخدم ده على as key as keys. مفاتيح فقط لا غير. وملزم بيها او مش ملزم. بس انا لازم اخش في الموضوع او اتكلم في الموضوع بتاعي فقط لا غير مش اكتر من كده. بعد كده بيقول لي how do you go there? انا قلنا we go by bus. احنا بنروح هناك او بنروح البارك by bus. هنا بيقول بعد كده how do you play games or not? بتلعب ولا لا? انا مبدأتش هنا اجابة or no? قلت we play different kinds of games like football and running games. اقول بقى الالعاب اللي انا بلعبها او الشيء اللي انت بتحب بتنفزه او تعمله في البارك عندك براحتك انت. number four number five what do you eat and drink there? بنأكل ايه بنشرب ايه? بنقول we usually. عادة have chicken and juice for lunch. بنتغدى اه فراخ ونشرب عصير على الغداء هناك ان شاء الله. بعد كده بيقول how do you go home back? انا خلفت ما قلتش زي بصف زي الاولى زي التانية. لا قلت ما نغير شوية. our parents come to take us home after we finish playing and enjoying our time. تقول اللي انت عايزه وتكتب بس في نفس المحتوى وفي نفس العنوان اللي انت اتكلمت عنه. يبقى ده كده نوع من انواع البراجراف اللي هو النوع using questions. نيجي بقى نشوف النوع التاني من البراجراف عندنا. النوع التاني هنيجي نشوفها اللي ايه? your birthday party. هنتكلم هنا عن birthday party. ولكن هيكون شكله ايه بقى عندنا? تعالوا نشوف كده مع بعض. اه هو هنا جايب لي كلمات. between some words فيه شرطة ميلة موجودة. ما بين الشرطة الميلة والكلام ده احنا بنستخدم مجموعة الكلمات دي to make a sentence. عشان نعمل منها جملة. فبناخد الكلمات دي كkeywords. وممكن نزود من عندنا براحتنا. مش شرط نلتزم بده. بس ناخد اهم حاجة نتكلم في العنوان. في title بتاعنا. في الادرس بتاعنا. اللي هو your birthday party. يحكي لي بقى عن حفلة عيد ميلادك. انت اتكلمت فهي اعملت ايه? دعيت مين? قلت مين? لعبته ايه? اكلته ايه? شربته ايه? what you have done? you can let me see here. هنا بدأ بكلمة last friday. بجي حاجة. اوكي? بعد كده في invite. بعد invite في friends and بعد كده. في start eight o'clock. بعد كده في cakes juice cola. after that play dance sing. after this enjoy time. بعد كده في عندنا happy finish eleven pm. طيب ازاي نعمل جمل من الكلام ده? to make a sentence you have to start with the subject and then verb then completing like object like so as you can or as you like. let's check. let's see. نشوف اللي جايئة عندنا بسم الله. اول جملة. قلت last friday was was my birthday party. جميل عشان استقدمت كلمة last friday. الجمعة الماضية. after this invite friends and. بيقول هنا I invited most of my friends and the others. واخرون like neighbors. relatives. اقارب جيران على حسب. the party started at eight o'clock pm. بدأت الساعة كمانية مساء. the party starts at eight o'clock pm. we had cakes juice cola and the other drinks. اكلنا كيك شربنا جوس كولا و بعض المشروبات الاخرى. we played danced and sang happily. لعبنا غنينا ورقصنا بسعادة. we enjoyed our time very much. جميل. we enjoyed استمتعنا. we were very happy and the party finished at eleven pm. والحفلة انتهت الساعة 11 pm. ده اللي هو استخدام الكلمات الموجودة عندي. ان انا اعمل منها جمل to make sentences using the words using the guiding words. الكلمات الاثرشادية اللي موجودة معايا. تاني بقول انا مش بالتزم بالكلمات كلها. بستخدم الكلمات دي guiding words. بتساعدني. او بتكلم في العنوان فقط اهم حاجة. احكيه اللي موجود عندي. اعمل او اتكلم to make a paragraph about my birthday party. اتكلم عن حفلة عيد الميلاد الخاصة بيا. مش شرط اني التزم بحفلة عيد الميلاد. نيجي بقى على اول جزء معانا في الامتحان. الوقت كده بتاعنا سواء الميمو او ده السؤال السادس في الامتحان. هيجينا واحدة من الاتنين ان شاء الله. تمام? اه السؤال اللي هو البراجراف ده السؤال الخامس. هيجينا two types of paragraphs two paragraphs. اتنين باراجراف موضوعين. to choose one of them. هنختار واحد فقط منهم بس نكتب فيه. بعد كده. let's start with the first item of the exam. اول جزء في الامتحان. لو احنا شفنا اول جزء في الامتحان. هيجينا عبارة. ten sentences. عشر جمل. and multiple choices sentences. هنختار each sentence has four choices. كل جملة فيها اربع اختيارات. a b c d. هنحاول بقدر الامكان نشوف ازاي نبدأ ونزاي نحل الجمل اللي موجودة معنا. let's see what's coming. نشوف ايه اللي جاي معنا. هتكون عندك بنفس الشكل كده موجودة. طبعا ده model exam with the first year. ده اه نموذج. هتلاقي a vocabulary and structure. هتلاقي الجزء ده خاص بالكلمات والجرامر اللي معنا. choose the correct answer. ده رأس السؤال بتاعتنا. choose the correct answer from a b c or d. ten marks. عشر درجات. يبقى معنا كده كل جملة عندك بدرجة واحدة فقط لاغير. نجي نشوف. بسم الله. اول جملة عندنا. missus is four. is four. عشان مين دول بقى? for a woman. نشوف اللي عندنا. اه اللي ممكن نختاره. single. married. unmarried. dead. اه بنسبة الاختيارات. when you have two equal choices. لما لاي اختيارين متسويين. في الاختيارات في الملتبل. اما لاي اختيارين متسويين. دلت them. اطلعهم برا. امتزم. take them out. خرجهم برا الاختيارات. لان just only one choice is right. what one choice is correct. فقط عندنا اختيار واحد فقط لاغير. فلو في اتنين بيصوي بعض. يبقى اللي اتنين برا. نحزف اللي اتنين دول. الا ما فينا عندي هنا اتنين بيصوي بعض. كلمة single. one married. اللي اتنين بيصوي بعض. single and unmarried. الاول اختيار number a. واختيار number c. دول out. يبقى معنا كده نحزفهم. يبقى mrs is four. اختصار لكلمة ايه? married or dead. اه انا اسمعت كلمة married. فعلا. يبقى mrs اختصار لكلمة married. يبقى mrs is for a married woman. اختيار جملة number b. let's see number two. is your school? how deep? why? where? how much? هنا بنيجي نشوف هو ديب معاني الكلمات اللي يتنفع معها is your school. هو ديب عمق? why? لماذا? where? اين? how much? كم ثمن? فطبعا افضل اختيار هنختاره كلمة where? the best is the correct one. where is your school? اين تقع مدرستك? number three. number من حرف الجرر in. ده لي بيساعدنا? table disk notes board cabinet. تاني. again table disk notes board cabinet. معاني حرف الجرر in preposition in before that. يبقى ان ذا داخل في. ايه اللي ممكن? الشيء اللي ممكن نضع فيه? the files inside it. داخل الحاجة. table. لا. disk. مكتب وكلام ده. فيه عندنا اخر كلمة. cabinet. اخر حاجة عندنا اللي هي cabinet اللي هو خزانة الملفات. table ترابيزة. ممكن تبقى on. on the table. on the disk. notice board. لوحة اعلانات ما ينفعش. يبقى in the cabinet. number four. ascrutery. faxes and letters. ناخد من الكلمتين اللي موجودين. after the points. after the space. faxes and letters. ascrutery. تعمل ايه بقى? send, sending, sends, send. to customers. اه هو هنا بتعلق السؤال ده بالجرامر. بالجرامر بتاعنا بالقواعد. نجي نشوف هنا. اه ايه اللي هي السكرتري بتقوم بيه? هل في علامة زمنية ان انت ان هي بتقوم قامت للماضي ولا حاجة? طبعا لا. فافضل شيء هنا بنستخدم present sample على اساس ان احنا هنا بنتكلم على اللي هو الفعل المعتاد او always work. what does she always do? اللي هي دايما بتعمله. اللي هو sends faxes and letters to customers. بتبعت الفاكسات والخطابات للبزنس to customers للعملاء والزباني. يبقى هنا sentence number c. word number c هنا. الاختيار بتاعنا number c. let's check number five. are they in their office? are they in their office? no they in the canteen. على طول طبعا حبيبنا الحلوين طبعا بعض الناس هتقول no they aren't على طول مباشرة على اساس هو متعود انه are they? اما نجاوب عليها yes no question. yes they are or no they aren't. ولكن ناخد بالنا من حتة مهمة جدا جدا هنا. اه هي بقى? اه 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 انا ما قلت لي no بعد كده they space in the canteen عملت mix عملت عملت exchange عملت حاجة مخلفة للسؤال. فالحاجة المخلفة للسؤال دي لازم جبت عكس السؤال. فانا اجيب عكس السؤال ما تبقى اجابة كالمعتاد. لا. هنقول. نركز بقى كده نشوف الاجابة جات ازاي? هنقول هنا. are they in their office? no they. no they. احنا هنستخدم ال helping verb بتاعي. اللي هو are. يبقى على اسسنا نبادئ بي. يبقى number a and number d. اللي choice هيبقى من خلالهم. number a and number d. because. ليه? لانما فيش هنا وار ولا فيه weren't as he'll being verbs. يبقى نشيلهم بره خالص. تمام? are or aren't. اما قال لي هنا no they. فانا وبعدين جاب كانتين opposite or عكس office. يبقى انا مضطر اجيب اثبات after no. يبقى انا في الحالة دي مضطر اجيب اثبات after no. يبقى في الحالة دي اجابتي هتكون ايه? no they are in the canteen. يبقى في الحالة دي هاجيب كلمة are فقط مش هاجيب aren't. aren't wrong choice. aren't wrong choice. يبقى no they are in the canteen. sentence number six. how sheets of papers do you need 30? دي الايجابة بتاعتي 30. look after how. how بيجي بعدها حاجات كتيرة. how much? how many? how tall? how long? how often? حاجات كتيرة بتيجي. ولكن انا بلتزم بكلام اللي معايا. after the space there is the word sheets. plural word. plural word. واللي بأكد للكلام ده الكلمة الاخيرة اللي في الان صارت بتاعتي 30. 30. 30 هنا. يبقى في الحالة دي I ask about the number of the sheets of paper. عشان بسأل عن the number of the sheets of paper. انا مضطر استخدم كلمة how many? because sheets is countable. اسم معدود. يقبل عدد. طب لو كانت paper فقط كنت مضطر اقول how much? بس مش هيبقى اما لو ما فيش sheets of وفيه paper عندي اقول how much paper? how much paper تمشي ممكن تمشي كده في الحالة دي. بعد كده sentence number seven is the capital of Greece. it depends on your information. دي تعتمد على معلومتك اللي موجودة في نهاية كتاب المدرسة. في نهاية كتاب المدرسة بتاع حضرتك دي مفروض حضرتك تراجع الحاجات دي عشان تقدر تجواب على اسئلة زي كده. is the capital of Greece عاصمة اليونان? طبعا روم ايطالي. باريس. فرانس. لندن. انجلند. يبقى اثنز. اثنز number d. اثنز is the capital of Greece. number d. اللي جابة الاخيرة بتاعتي. اثنز. اثنز is the capital of Greece. sentence number eight. where is she? where is she? where is she? where is she? on that big chair. on that big chair. هنا معنى كده مضطر اختار كلمة sitting. مضطر اختار كلمة sitting. مضطر اختار كلمة مضطر اختار كلمة ايه. number nine. here office is space to the left and my office. تمام. here office is space to the left and my office. ناخد بلنا preposition to after the space. حرف القارة بعد الفراغ اللي عندي. يبقى انا مضطر اختار كلمة ايه. هل اختار opposite في opposite to ولا next to between two والله under two. اوكي. thank you. يبقى next to next to the left. next to the left. number b عندنا. يبقى next to big war. تمام. next to the left. المسعد. and my office. let's see sentence number ten. i have five space of water. مطر مية هنا. يبقى نشوفها. five what? five sheets. five pounds. five boxes. five bottles. يبقى five bottles. هي المتعلقة بالاختيار السليم بتاعنا هنا. يبقى i have five bottles of water. وهي بنكمل اجابتنا بالشكل ده. ما ينفع sheets ولا pounds ولا boxes. ده السؤال الاول في الامتحان. تمام كده? نيجي بعد كده هنخش على السؤال التاني في الامتحان بتاعنا. السؤال التاني في الامتحان هنشوف كده هيكون عبارة عن ايه بقى? language functions. يعني ايه language functions? نيجي نشوف بقى هنا. supply the missing parts in the following dialogue. محادسة. محادسة ما بين شخصين. المحادسة between Sandra and Mona. on the phone. على في التليفون. هنيجي نشوف الاشخاص اللي عندنا بيتكلموا بيقول ايه. هنا بنقول Sandra بتكلم هنا. عفوا ان كتبت صارة في الاجابة فسمحونا يعني. فبنقول هنا. supply. Sandra بتقول. hello is that Mona? yes it is. Sandra. hello Mona. وقالت جملة. بعدين Mona رضت وقالت. hello Sarah. وفيه question. fine thanks. وفيه سؤال. I am fine thanks. I will meet you in the club. okay see you. نجي نشوف الاجابة عندنا هنا. التابل او الضالب بتاعتنا بنجي نركز فيها عبارة عن سؤال بتجاوب عليه. او اجابة بتجيب لها سؤال. او رض على situation انت عارفو او شايفو. نجي نشوف. hello is that Mona? yes it is. hello Mona. فبعدين قالت hello وقالت الاسم. فعشان قالت الاسم. هنقول ايه بقى. it's Sarah. قالت عشان كده رضت وقالت ايه. hello Sarah. okay. Sarah هنعتبرها مكان Sandra. okay. طيب. hello Sarah. فيه سؤال. اجابة السؤال. fine thanks. the answer with the question is fine thanks. اجابتنا fine thanks. fine thanks دي اجابة على السؤال اللي كان بيقول ايه بقى. هنشوف كده. how are you. بقولها how are you. fine thanks. وسألت هي برده سؤال. دائما على طول اما نقول. how are you. يبقى معنى كده الشخص بيسأل مهتم. فده this is one of my close ones. فمعنى كده انا مهتم بيه كمان. فكده انا مضطر. اجابة اقول له ايه. اقول له. and you. وانت كمان. ففي الحالة دي. بقول له and you. كأن بقول له برضو. how are you. فكده برضو الاجابة تحت كانت ايه. i am fine thanks. انا شكرا. انا بخير شكرا. i will meet you in the club. هراك. اراك في النادي. okay see you. bye. وهكده. الديالوج او المحادسة بتاعتنا زي ما قلنا. لازم نقراها من الاول للاخر. ونشوف الاشخاص ونشوف الاجابات ونشوف كل حاجة موجودة معنا. تمام. ونركز قبل ما نجاود. نشوف ايه المطلوب. هل المطلوب سؤال؟ هل المطلوب اجابة؟ هل المطلوب رد على موقف؟ وشوف واجيب بنفس الطريقة ونفس الشيء اللي مطلوبة مني في المحادسة. وركز فيها جدا جدا جدا. لان ممكن الهد الرأسي بتاع السؤال فوق ممكن يكون فيها حاجة تساعدني على الاجابة تحت. وكذلك اي نقطة في المحادسة مهمة جدا قرأتها. نشوف بعد كده هللاقي فيه موجودة عندنا reading comprehension. ده السؤال التالت اللي في الامتحان. read the following then answer the questions below. في عندنا comprehension كبيرة شوية. تمام؟ بنقرأها ونشوف ايه المحتوى اللي موجود فيها. and then answer وبعدين بنبدأ نجاوب على الاسئلة اللي موجودة تحت القطع الموجودة او الكمبرهنشن اللي موجودة بتاعتنا. ونركز جدا جدا في المطلوب وفي قراءة الكمبرهنشن بتاعتنا. القطع بتقول miss huda is a secretary in b o s company. huda always goes to the office early at eight o'clock. بتروح شغلها ساعة تمانية. the accountant comes after huda. المحاسب بيجي بعديها. with the receptionist. the manager comes an hour later than huda. بيجي بعد huda بساعة. the manager invited her the accountant and the receptionist to have lunch with him. they went at midday. huda and the manager had fish. and the others had meat. huda and the manager had fish. the others had meat. they enjoyed what they ate. they had all orange juice and talked about their work. the receptionist said he doesn't like his job because of the noise of the telephones. but huda said she likes his job so much. the accountant said he sometimes doesn't like the numbers. he has to accept his job. the manager was happy and asked the receptionist to be quiet and never be nervous. in the comments. this is the section of my house. i want to focus on it. 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 موجود فيها. على اساس في اسئلة ضمنية في اسئلة مباشرة. بيكون فقط سؤال او اتنين بس مش مباشرين. والباقي بيكون مباشر من قلب القطعة بالضبط تماما كما هو مكتوب فيها. القطعة بيكون عندنا فيه اربع اسئلة اختياري وفيه سؤالين فاحنا بنحاول نجاوب علوم من خلال القطعة بتاعتنا. نيجي نشوف الاسئلة بتاعتنا اللي جاية. بسم الله. هنجاوب الاجابة صحيح الاجابة اللي عندنا. المدير بيروح الشغل بتاعه الساعة سيفن ايت ناين تن. حد كان متذكر حاجة من القطعة اللي كانت موجود فيها? احنا قلنا هنا. هودا جاستو بيروح بعد هودا بساعة. تروح تمانية. وبروح بعدها بساعة. يبقى تسعة نومبر سي. جملة التانية. موظف الاستقبال اكل ايه بقى اه. اه. فش ميت اورنج جوز. طالما ايه يبقى اكل مثلا يقيم اور فيش اور ميت. طب نيجي نتذكر معنا الكلام اللي قال. احنا قلنا في القطعة بتاعتنا. هودا ان دامانجر ايت هاد فيش. تناولهم سمك. the others هاد ميت. والاخرون اكلهم اه ميت لحم. يبقى معنا كده. ميت لحم. يبقى المفروض هنا ميت. امي اي اي تي. اوكي. the manager. ايت ميت. امي اي اي تي. ولاست دابل اي. اوكي. the receptionist 8. ميت امي اي اي تي. لحم. عشان هنا ال receptionist. عشان هنا هودا والمانجر. اكلوا سمك. sentence number 3. the accountant goes to work. the accountant goes to work. بروح الشغل. alone with huda. with the receptionist. with the manager. the accountant مكتوبة بيقول هنا. هودا always goes to the office early at 8 o'clock. the accountant comes after هودا with the receptionist. with the receptionist. يبقى الاجابة بتاعتي هنا number c with the receptionist. الاجابة بتاعتي number c with the receptionist. number 4. they liked the كلهم حبوا اي بقى. breakfast. bread. lunch. صبر. هم كانوا بتغدوا ولا بتعشوا ولا بيفطرهم. اه فعلا. they liked the lunch. they liked the lunch. استمتعوا بوجبة الغذاء اللي اكلوها. اللي اكثر سائل بتاعنا number c. they liked the lunch. number. بعد كده. الجزء التاني من اسئلة القطعة. answer the following question. answer the following question. هنجاوب على الاسئلة اللي جاية هنا. اول سؤال. how many people had lunch? how many people had lunch? المش. فيه كم واحد تناول وقبة الغذاء النهاردة? كم واحد كده? نعدهم كده مع بعض? ها. حد يتذكر معايا? هدى? تمام. اللي دعاهم مين? the manager? تمام. كمان كان موجود ذكرنا مين? the accountant تمام. وفيه the receptionist. اه. يبقى معنى كده اللي جاية بتاعتها كن ايه? four people. four people had lunch. يبقى هنا how many people had lunch? يبقى نقول هنا إجابة بتاعتي four people had lunch. question number six. why doesn't the receptionist like his job? why doesn't the receptionist like his job? لو احنا شفنا الصورت هنا بتاعت السؤال بدء بكلمة why. ask about a reason. عاي السبب. يبقى معنى كده بندور على القطعة بتاعتنا على. ممكن نلاقي because and a sentence. يبقى هنا الجملة اللي بعد because هي الأنصر بتاعت السؤال اللي مبدو كوي. اوكي. نيجي نشوف حاجة تانية. so لذلك بيجي بعدها نتيجة. يبقى السنتنس اللي قابلي because the sentence before because is the answer for why. وممكن احيانا يجينا طول فعل في المصدر الانفينتف اجابة للسؤال بwhy. يبقى هنا why. نشوف اي اللي موجود عندنا من القطعة بتاعتنا. هنلاقي هنا موجود عندنا موجود the receptionist doesn't like his job because of the noise of the telephones. بسبب دوشة او دووضاء ايه التليفونات. ده السؤال اللي هو التالت في الامتحان بيكون من ست درجات كل نقطة عندنا بدرجة في الامتحان عبارة عن اربع اخطيرات نشوف اللي بعد كده جاي ايه. بسم الله. السؤال الرابع بتاعنا عبارة عن ست جمل ست جمل و سبع اختيارات سبع اختيارات بنختار من الجمل بتاعتنا الكلمات اللي موجودة ونسقط في الجمل اللي موجودة معنا. نقول بسم الله كده. اول جملة بتقول ايه؟ سبيس كمز افتر ابريل يأتي بعد ابريل وات كمز افتر ابريل ايه اللي بيجي بعد ابريل؟ ماي هاف فرايدي شلف باي سيلز لازم نقرأ كلماتنا كويس ونقرأ الجملة بتاعتنا ونشوف ايه المطلوب منها انا هنا في بداية الكلام بتاعي كده مضطر اجيب مضطر اجيب مضطر كده اجيب كلمة بدأ بحرف متحرك تمام؟ سوري بحرف كابتال لتر حرف كبير حرف كابتال عندي كابتال لتر عندي هنا نشوف الاجابة تبقى عندنا ايه؟ اه ماي قمز افتر ابريل شهري مايو فعلا هو اللي بيجي بعد ابريل نشوف اللي بعد كده اتس باست تن اما نشوف كلمة باست عندنا نشوف عندنا هنا بتكلم عن الساعة اتس باست تن باست هنا يجي قبلها حاجة من اتنين اما كورتر او اما هاف اما كورتر و اما هاف او جزء من الدقايق او عدد من الدقايق قبل كلمة باست فانيجي نشوف ايه اللي موجود عندنا في الكلمات اه كلمة الثالثة عندنا اللي هي كلمة ايه؟ هاف يبقى اتس هاف باست تن اتس هاف باست تن نشوف بعد كده اي جوت سكول اي جوت سكول في وسيلة من وسائل الموصلات عندنا هنا وقلناها خدنا جزء منها النهاردة في البراغراف وكلمنا بجملة عنها في البراغراف النهاردة اي جوت سكول هاه الوسيلة بتاعت ايه؟ شاطر ثانك يو اللي هي كلمة ايه؟ باي بس يبقى اي جوت سكول باي بس هنشوف الجملة سنتنس نومبر فور سنتنس نومبر فور بيقول ايه؟ هاو هاو is a cheap laptop اتفقنا قبل كده من شوية كلمنا عن هاو قلنا هاو مينة هاو ماتش هاو كلام ده كله اللي ينفع ييجي بعد هاو من الكلمات الموجودة قدامي بسأل بي عن السعر cheap laptop لابتوب رخيص يبقى هنقول هنا كلمة ايه؟ هاو 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 put the files on on the top on the top قال له on the top يبقى عليها حاجة فدائما هنا put the files دائما هنا على طول top هنلاقي عندنا كلمة ايه؟ كلمة shelf on the top shelf او on the shelf تمام كده؟ on the top shelf او on the shelf عادي على حسب ما هتجلنا في الامتحان بتاعنا اوكي نومبر سيكس is the last day of the week اخر يوم في الاسبوع اه طالما بدأي في الاول يبقى كابت الليتر حرف كبير عندي ما عادش عندي لسه كلمة هاو Friday يبقى Friday is the last day of the week عفوا عفوا بعد كده في سؤال جاي احنا اخذنا اه اخذنا ال bad paragraph ال اول حلناه في الاول خالص وحلنا اللي هو writing السؤال السادس حلنا الرابق السؤال الخامس اللي هو ال bad paragraph تعلمناه في الاول وكماني عفوا حلنا ال bad paragraph لاول وحلنا table و الميمو اللي هو السؤال الخامس نجي دلوقتي السؤال السابع اللي هو الترانزليشن يبقى السؤال الخامس اللي هو البراجراف السؤال السادس اللي هو الميمو السؤال السابع اللي هو الترانزليشن اللي هو الترجمة الترجمة عندنا سؤال مهم جدا جدا وبسيط عليه أربع درجات الترجمة عندنا سؤال مهم جدا جدا وبسيط عليه أربع درجات نجي نشوف السؤال الترجمة بيقول ليه ترانزليت انتو ارابيك ثري ماركس الجملة اللي عندنا هنا هنترجم إلى اللغة العربية تمام؟ هنشوف عندنا كم جملة 1 2 3 3 جمل باللغة العربية 3 جمل باللغة العربية 3 جمل باللغة العربية دول المفروض هنترجم 3 دول بالكامل من انجليزي إلى عربي تمام كده؟ وبعد كده هنيجي نشوف الإجابة اللي جاية الترجمة بتاعتنا أشوف ايه المطلوب مني ايه اللي هعمله أول حاجة فيه سؤال مطلوب بيقول How long does the journey take from Cairo to Alex ده سيغة سؤال عادي تيجي لي مهما تيجي تيجي سيغة سؤال سيغة جملة خبرية سيغة جملة أمر ما فيش مشكلة المهم أكون قادر على ترجمة الكلمات اللي قدامي احنا هنا ما بترجمش ترجمة حرفية احنا هنا ما بنترجمش ترجمة حرفية انما هنا الترجمة بتاعتنا لازم تجون ترجمة كاملة احنا بنترجم استخدام الكلمات جوه الجملة ما بنترجمش الكلمة كل كلمة منفصلة عن التانية عشان نقدر نترجم صح ليه؟ لو قلت how يعني كيفة long طويل يبقى كيفة طويل؟ لا مش هتنفع كده فهنا أما أقول how long على بعضيها ليه كم طول كم طول المدة كم طول الحاجة المسافة كم طول على حسب السؤال بتاعي how long does the journey الرحلة take تأخذ from Cairo to Alex أنا قلت take بمعنى تأخذ تمام ولكن هل هي هنا أحسن أترجمة تأخذ ولا أقول تستغرق آه يبقى نستخدم الصيغة الأفضل نستخدم الصيغة الأفضل اللي تنفع مع الجملة بتاعتي يبقى أنا ما جاءوا بإجابة كاملة هنا أو إجابة صحيحة للسؤال ده بيقول ما طول المدة التي تستغرقها الرحلة من القاهرة إلى الإسكندرية ما طول مدة الرحلة التي تستغرقها ما طول مدة أو ما طول الرحلة التي تستغرقها من القاهرة إلى الإسكندرية طول المدة بتاعت الرحلة من القاهرة إلى الإسكندرية question number two السؤال رقم sorry sentence number two he is Sudanese and speaks English and German too he is Sudanese يعني إيه هي السودانese هو هنا بتقلم عن الشخص إنه هو إيه سوداني إن الشخص سوداني تمام وبعد كده speaks يتحدث English and German too يتحدث الإنجليزية والألمانية أيضا يبقى نقول هو سوداني ويتحدث الإنجليزية والألمانية أيضا أو هو يتحدث أيضا الإنجليزية والألمانية أنا يهمني إنك أنت تجاوب الترجمة صح تجيب الصغة اللي أنت تقدر تستصغها جرب في أول محاولة صغة ثاني صغة ثالث لما تلاقي ودانك قدرت تستخدم أو قدرت تستوعب الجملة اللي أنت كتبتها أو ترجمتها نجي نشوف الجملة الثالثة The account department is responsible for the company's money The account department is responsible for the company's money The account department accounts حسابات Department قسم يبقى قسم الحسابات Is responsible for لو لاحظنا كده الجمل اللي فيها verb to be only دي بنعتبرها جمل مبتدأ وخبر ترجمتها بيكون فيها مبتدأ وخبر زي الجملة لألمبر تو هو سوداني ويتحدث كذا كذا بعد كده The account department is responsible for the company's money قسم الحسابات account department مسؤول responsible for مسؤول عن The company's money النقود أو أموال الناس نشوف الجملة اللي جاية بعد كده هيكون ترانزليت one on sentence only جملة واحدة فقط من اللغة إلى اللغة العربية بيقول العربية لغتي الأولى وأتحدث أيضا الإنجليزية والفرنسية يبقى العربية لغتي الأولى بيجي شوف هقول هنا Arabic Arabic العربية is my first language يبقى Arabic is my first language and I speak speak French two دي الجملة الأولى بتاعتي يبقى Arabic is my first language and I speak English and French two بعد كده موظفة الاستقبال بشركتنا ليست متزوجة ما فيش فيه اللي عندنا هنا يبقى بنستخدم هنا verb to be بنستخدم هنا برضو verb to be موظفة الاستقبال موظفة الاستقبال اللي هي our يبقى the receptionist in our company the receptionist in our company isn't married او is single كده يدينا شكل الامتحان بالكامل من اول item لاخر item وتعلمنا النهاردة ازاي ناخد نكتب البراجراف ونكتب الميمو ونكتب نعمل بتاعتنا وان شاء الله نراكم الحلقة القادمة ان شاء الله في مراجعة جديدة برضو بنفس الاسطايل وبنفس الاسلوب ونشوف امتحان تاني وبالتوفيق وحظ موفق ونراكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته